التجميل من منظور علمي يعني امتى احتاجه? امتى احتاج ان انا اروح اعمل عملية تجميل? عمليات التجميل بنلجأ لها في ناحية لو عندنا مشكلة عضوية او مشكلة نفسية هنا بتدخل كجراح تجميل ومشكلة نفسية تكون مأثرة على حياة المريض نفسه حياته انتاجه على شغله ويكون لها داعي جراح التجميل يعملها لكن مش اي حد عايز يعمل اي حاجة جراح التجميل يعملها له احنا بنتبع قواعد طبية ثابتة هي دي اللي بنشتغل على اساسها دلوقتي ايه الفرق ما بين عمليات التجميل والفرق ما بين بقى الحاجات اللي هي تجميلية بس مش عملية زي الفيلر الباطكس الحاجات دي هل كل الناس تحتاجها فعلا؟ في نوعين من مزبوط طيب في نوعين من التجميل التجميل الجراحي والتجميل الغير جراحي خلينا نقول لها حريك بس شوية احصائيات كده الأول في 2019 في أمريكا تم عمل مليون ونص عملية جراحية والغير جراحي اللي هو بيندرك تحته الباطكس والفيلر والليزر وما شابه ذلك تلاتة ونص مليون إجراء يعني بإجمالي خمسة مليون إجراء تجميلي في 2019 بس في دولة زي أمريكا وصلنا لتكلفة تقريبا تلاتة مليار دولار إمتى بنالجأ للتجميل بدون جراحة اللي هو البوتوكس أشهرهم تقريبا مليون وثمانمائة ألف حالة السنة اللي فاتت الفيلر سبعمائة ألف حالة أو سبعمائة وخمسين ألف حالة إمتى بنالجأ لهم لما بتبقى في تغيرات طفيفة مش محتاج ألجأ للجراحة زي التجعيد الخفيفة اللي بتظهر حوالين العين التجعيد اللي بتظهر حوالين الأنف زي أي مشاكل في الجلد الوش نفسه نقدر نعالجها بدون جراحة لما بنوصل لمراحل متقدمة من علامات السن يعني يبقى فيه الطرحولات زالت شوية وبقى عندي جلد أزيد هنا بلجأ للجراحة التجميلية طب لي يا دكتور يعني بعض الدراسات بتقول أنه في بعض الحالات بعض عمليات التجميل بتنتحر يعني هل ده لي مثلا سبب هل متعلق بعمليات التجميل هل مشكلة نفسية مثلا تمام تمام ده سؤال مهم قوي ده سوء اختيار من الجراحة إحنا وإحنا بندرس جراحة التجميل بندرس جزء نفسي برضو لأن جزء من اللي بيتردد على عيادات التجميل فيهم جزء مرضى نفسيين مريض نفسي وعايز يغير من شكله متخال إن ده هيعالج الحالة النفسية بتاعته وللأسف الطبيب أو الجراح ما بياخدش باله أو ما يعرفش شخص إنه هو مريض نفسي لو غلط الجراح وعمل له العملية طبيعي المريض النفسي لن يرضى بأي نتيجة حتى لو نتيجة دي كويسة وشفنا نمازج زي كده بيقع فيها الجراح نتيجة لعدم التشخيص الجيد للمريض